بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة السابعة قضايا متنوعة في مجال التربية الخاصة ونتناول الدرس الرابع قضية استخدام التكنولوجيا مع فئات التربية الخاصة واحد طبعا التكنولوجيا المساندة تعرفها هي أداء أو خدمة تساعد الطفل ذوي الإعاقة في أداء ما لا يستطيع أداء دونها التي تساعد على الاستفادة من خدمات التربية الخاصة وإنجاع عملية الدمج وذلك من خلال تسهيل وصول الطالب إلى المدرسة والغرفة الصفية وتسهيل حركته وتعلمه ووصوله للمعلومات لو تكلمنا الآن عن أنواع التكنولوجيا هناك العديد حقيقة من طرق تصنيف التكنولوجيا المكيفة هناك تصنيفات تعتمد على تعقيد الأداء وتصنيف آخر يعتمد مثلا على بظائف في الحياة اليومية وآخر يعتمد على نوع الإعاقة وغيرها من التصنيفات فيتصنف مثلا إلى التكنولوجيا يعني من النوع الأول تكون تكنولوجيا بسيطة فلا تشمل على الإلكترونيات مثل المقبض المطاطي لقلم الرصاص العصر البيضاء مثلا وهكذا هذه هي التصنيفات إلى أن نصل إلى التكنولوجيا المعقدة فتكلفة عالية مقارنة بالتكنولوجيا البسيطة أو التكنولوجيا المتوسطة التعقيد لو الآن تناولنا بعض هذه الأنواع مثل ما هو موجود أمامنا الآن أدوات الاتصال والتواصل هذه تكون هي عبارة عن المعدات الإلكترونية وغير الإلكترونية المساعدة في التواصل الاستقبالي والتعبيري للأفراد ذوي المشكلات النطقية أيضا موجود أمامنا تطبيقات الحاسوب هي أدوات الإدخال والإخراج معتمدة على الصوت مثلا أو طرق متعددة للإعاقة البصرية هو المساعدة في زيادة إمكانية الوصول للحاسوب واستخدامه مثل لوحة المفاتيح المعدلة مثل البرمجيات الخاصة التي تساعد الأفراد ذوي الإعاقة على استخدام الحاسوب أيضا أنظمة الضبط البيئية هذه الأنظمة تكون إلكترونية أساسية تمكن الفرد الذي يعاني المشكلات الحركية من السيطرة على بيئته مثل أنظمة الأمان في البيت أو البيئة المحيطة أيضا في تكييفات البيت وبيئة العمل هذه التعديلات تكون في البيئة المادية مثل المصاعد مثل الحمامات وهذه تخفف وتزيل محدات جسمية على ذوي الإعاقة أيضا الأعضاء الإصطناعية مثل الدعامات تكون مساعدة للمفاصل هنا نتكلم عن يكون عندي جزء من الجسم نستبدله بعد تعطله طبعا بأطراف إصطناعية أدوات وضعية للجسم ووضعية الجلوس أيضا هنا يتم ذلك بالجلوس على الكرسي بعجلات أو أي نظام للجلوس يوفر التبات للجسم ويساعد في تخفيف الضغط على سطح الجسم مثل الوسائد والمقاعد القطنية مثلا أيضا المعينات السمعية والبصرية تشمل أشكال المعينات السمعية والبصرية كافة وهذه من شأنها أن تزيد أو تحسن أو تحافظ على أداء وظائف جهازي البصر والسمع بشكل خاص الكراسي المتحركة كما هو معروف لدينا أنها تساعد على الحركة وتشمل كراسي يدوية أو إلكترونية أو عكازات أو كراسي ذات ثلاث عجلات المعروفة أيضا تكييفات المركبات هنا نكيف ونعدل المركبة للمساعدة ذوي الإعاقة على القيادة وأيضا يكون فيها كورسي عجلات أنظمة سيطرة معدلة وهذه بعض الأنواع من أنواع التكنولوجيا التي تستخدم مع ذوي الإعاقة لو انتقلنا نتحدث عن خصائص التكنولوجيا الفعالة مع الطلبة ذوي الإعاقة طبعا برامجيات التعليمية المستخدمة مع الطلبة ذوي الإعاقة والتكنولوجيا بشكل عام يعني يجب أن يكون لها بعض الخصائص ومواصفات جيدة حتى تكون فعالة مع الطلبة ذوي الإعاقة وموجودة الآن أمامنا مثلا تكون شاشات واضحة فيها تسلسل وسرعة ملائمة للشخص عدد كبير من الأمثلة الملائمة مثلا استثارة وزيادة معدلة استجابة الطالب فيها رسومات وحركات تسهم بالتعلم ولا تعطلوا فيها تغذية راجعة متكررة فيها فرص تدريب وممارسة كافية لو تحدثنا الآن عن مجالات استخدام الأفراد ذوي الإعاقة للتكنولوجيا حقيقة تنوع وتعدد بشكل كبير مجالات توظيف واستخدام التكنولوجيا في مجال التربية الخاصة ونذكر منها الأمثلة الموجودة أمامنا مثل المجال الاجتماعي والترفيه مجال مهارات الحياة اليومية مجال تقييم الإعاقة وتشخيصها مجال التأهيل المهني مجال التعلم مجال المكتبات والحصول على المعلومات أيضا مجال الحركة والتنقل مجال الاتصال والتواصل مجال تكييفات الحاسوب مجال المحافظة على الصحة والمجال المعرفي الثقافي